حلقة اليوم عن المطرب اللي قضى حياتي يغنى ورا السيارة مو مطرب ضيم المهم شنو هو الباكفير وشلون يطلع من السيارة شوف عزيزي الباكفير هاي النار شفيتك قبل شوية زين شون يصير الباكفير لا هنا لك حق تسأل بوع المحرك مني خلص شوط الاحتراق راح يطلع الدخان من صمام الاكزوست وبعدها من الاكزوست للشارع وهذا شي طبيعي غير بس احيانا بعد شوط الاحتراق داخل السيندر تبقى كمية من الوقود اللي بعدها ما احترقت فهاي كمية الوقود اللي ما احترقت راح تطلع من صمام الاكزوست لحد ما توصل الاكزوست فاول ما تلامس الهواء الخارج اللي يحتوي على اكسجين رأسا راح تنفجر وتطلع صوت ونار وبعض الاحيان يصير الباكفير بعد ما تشير رجلك من الدوسة لان انت من جيت رجلك يعني تريد المحرك يتباطع فالمحرك الشو راح يتباطع راح يتباطع بانه يطف البلاكات حتى يقطع الشرار عن الوقود حتى الوقود نفسه ما يحترق ومن ما راح يحترق راح يتلع من الاكزوست ويتفرق عبر رأيه ويقمز جيرانه ويسبونك وتلا سينعوفك بس هذا الشي فقط بالسيارات الرياضية لان تكون تنطو وقود هواي ودبات البيئة بالاكزوست قليلة حس انت تحمست وتريد باكفير وش يسوي لك يعني بس قليل شوف صديقي اذا سيارتك رياضية وما تسوي باكفير من الولادة لازم تسوي شغلة من ذني اما تبرمج سيارتك الريتش او تشغل لونج كونترول او اذا تربو شغل انتلاك كل ما كانت دبات البيئة وكتم الصوت بالاكزوست قليلة احسن طبعا اذا افتهمت هذه المصطلحات على شديدك بس اذا ما افتهمت عادت شرح الكيام بعدين وطبعا اكيد في هذه الحالة رد للسلام على صرفية الوقود اشتركوا في القناة